تم تحميل سفينة أخرى استأجرها برنامج الغذاء العالمي في بناء تشورنومورست وهي ناقلة تحمل أربعين ألف طن من القمح إلى إثيوبيا التي تعاني من حالة غذائية صعبة للغاية إثيوبيا على وشك الجوع هذه مشكلة ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولكن بسبب النقص المادي في الغذاء نحن على استعداد لإطلاق هذه السفينة في البحر مثل كل السفن الأخرى التي غادرت موانئ أودسا خلال مبادرة تصدير الحبوب ولكن هذه السفينة الضخمة المحملة بالقمح وغيرها تضطر إلى الانتظار لأن روسيا تبتز العالم بالجوع